عن كيفية مواجهة هذه التحديات وعلى من تقع المسئولية الموضوع جد خطير الأسرة مستهدفة، الأفراد مستهدفون، المجتمع مستهدف، الأمة مستهدفة وغياب الوعي الحقيقة بيؤدي إلى أمور في منتهى الخطورة فكيف نواجه تحدي؟ ما هو بس ما بقاش غياب الوعي يشير كبير ما بقاش بس غياب الوعي بقى الموضوع إن أنا بضيع لك القيم والمثل الأخلاقيات والأخلاقيات بضرب لك السوابت وزي ما ساعتك بطول كده أنا بضرب السوابت والمثال اللي بنشره لك إيه؟ شوية تيك توك عليهم واحدة واخوها بيعملوا كلام عجيب أو اتنين قاعدين مع بعض وكبس كبس وديني أسد وديني مش عارف وردة وديني مش عارف وده يتحول لفلوس وبعدين ولادي ولادك يقعدوا يشوفوه اللي بيعمل دوت وهو راكب لمبورجيني وبعدين أنت كمان بتديله المعلومة لأنه طب ما هو رايب حيبقى فيه شريحة صغيرة كده ممكن تتزرع تحت جلدك فيبقى فيها كل المعلومات اللي أنت محتاج أنك أنت تعرفها ومش لازم للتعليم ما هو الزكال الصناعة هيحل لك كل المسائل وهيحل لك كل المشاكل وهيديك كل المقالات وهيعرفك على كل المعلومات تبقيت محتاج إيه؟ أنا هروح مع حضرتك بقى اللي إحنا قلناه الغرور المعرفي والصحيح صحيح ده تجهيل يا دكتور يعني بالظبط نحن كنا بنعرف العلم أنه هو البحث عن حقيقة والناس بتبذل جهد كبير حتى اللي بيشتغلوا في مجال البحث العلمي هو بيشتغلوا بيبحث ويوصل لإيه؟ فبتنشأ النظريات يعني منهجية علمية زي ما حدك تفضلت يعني بالظبط نروح ليه إحنا محتاجين نواجه إزاي؟ الحقيقة صعبة جدا أنه إحنا نتكلم على أن الدور هيبقى دور ليه جهة هو الدور اللي يجب أنه يكون موجوده على كل نتكلم على مستوى دولة فيجب أنه يكون فيه قوانين وتشريعات استباقية ما أقدرش أقول دلوقتي أنه إحنا مستنيين لما نشوف الزكاة اللي الصناعة هيعمل إيها عشان نعمل قوانين وتشريعات لا لازم يكون فيه قوانين وتشريعات بتضبط التعامل مع هذا الأمر نمر اتنين أنه يبقى فيه جهة مسؤولة عن متابعة هذا وفي حالة خرق هذه التشريعات يبقى فيه سبل للعقاب إذا كده إحنا بنتكلم على مستوى دولة على مستوى الدول لابد أن يكون فيه تشريعات موحدة تنظم التعامل مع الزكاة الاصطناعي وتقول إيه اللي يعتبر أخلاقي وإيه لا يعتبر أخلاقي على مستوى الشركات بتاعة الأي تي أن هي تشتغل مع بعضها علشان تعمل برامج جديدة لكشف التلاعب بالزكاة الاصطناعي على مستوى المجتمع لأنه يبقى فيه في المدارس نشر للوعي أنه يبقى فيه الإعلام بيعمل نشر للوعي إذن الدور هنا ما هوش دور جهة واحدة ده هو الجميع لابد من أن يتكاتف لأن القصة ما هيش الحقيقة بتتوقف عند قصة الإلحاد ولكنها هي حرب فعالية وبالتالي الجميع يجب أن يتكاتف لمواجهة هذه الحرب أو من يمتلك النوها أو المعرفة هاي يقدر يعني يقتحم المجتمع اللي هو عاوز يقتحم أو يدمره إن صحة عبير البكتور بالزبط